اهلا بكم لسه بنتابع مع حضراتكو تفاصيل تنسيق الجامعات واللي هتنطلق المرحلة الثالثة والاخيرة منه السبت 3 سبتمبر خلينا اقول لحضراتكو ان مكتب التنسيق سيفتح بابه امام الطلاب النجحين في الدور الاول من الثانوية العامة 20-22 وكذلك المتخلفين من المرحلتين الاولى والثانية بالاضافة الى الطلاب النجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 20-22 وحتى يوم الاربعاء 7 سبتمبر 20-22 وبحد ادنى 205 درجة بنسبة 50% لجميع الشعب العلمية والادبية ويتاح امام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الالي الشخصي للطالب المزود بالانترنت على مدار 24 ساعة او من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية حيث توفر الفنيين والاداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات خلينا اروح مع حضراتكو لجزئية تانية بتهم الطلاب وهي الاماكن المتاحة للطلاب في هذه المرحلة المرحلة الثالثة للتنسيق الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق زي ما هقولها لحضراتكو دلوقتي جاءت كالتالي كلية تربية رياضية بنات بنسويف وتربية نوعية فنية الفيوم وتربية رياضية بنات اسوان وكلية خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة حلوان وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة وكلية تربية موسيقية قناة السويس بالاسم عليك ده بالاضافة لكلية اداب انتساب موجه اسيوت وكلية تربية نوعية شعبة مسرح تربوي جامعة المنصورة وكلية تربية العريش رياضة وكمان كلية تربية نوعية فنية بورسعيد وايضا كلية تربية نوعية فنية ضمياط وكلية تربية رياضة بنات قناة السويس بالاسم عليك وكلية تربية شعبة تربية فنية السويس وكلية تربية رياضية بنين العريش وكلية تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي وايضا كلية اداب انتساب موجه بن سويف وكلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم وكلية تربية تعليم ابتداء اسوان وكلية تربية نوعية موسيقية الاسكندرية وحقوق انتساب موجه اسوان وفي السياق ذاته يواصل موقع التنسيق إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية المستنفذين للرغبات والمتخلفين عن تدوين الرغبات خلال أيام المرحلة وفي نقطة أخرى أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى يوم 12 سبتمبر المقبل وذلك نظرا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة حرصا على مصالح الطلاب وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم